في هذه الحلقة من المستكشف إن يالوستون كنز طبيعي وهي تتعافى الآن بعد عقود من الاتراب البيئي ولسخرية القدر البطل في مركز هذه القصة هو الذئب الرمادي السيء السمعة سأرى كم يمكنني الاقتراب من هذا الكلب الصعب المنال وأيضا يتجه سال ماسيكيلا إلى ولاية تكساس حيث يوقف نوع غاز نبضى الحياة في مدينة صغيرة وكأنها من كوكب آخر نحتاج كل المساعدة ويحقق راين دوفي بشأن أعمال دنيئة تستغل وباء قاتلا تدفع مراكز علاج الإدمان على الممنوعات عمولات لكل مدمن يحال للمعالجة وأيضا تتحقق ماريانا فانزيلر من بعض التقنيات الحديثة التي صنعت لإنقاذ أحد أكثر المخلوقات قدما قال أطفالي ما الذي فعلته اليوم أبي وأنا قلت لقد أنقذت حوتا اليوم أهلا بكم إلى برنامجنا أنا فيل كوغين إن إحدى فوائد الحداثة هي قدرتنا على قطع العالم واجتيازه على نحو سهل نسبيا لكن أحيانا ننقل عن طريق الخطأ ضيوفا غير مرغوب فيهم وفي إحدى مدن تكساس لم يأتي ضيف غير مرغوب فيه وحسب بل اجتاح كوحش آت من فيلم خيال علمي عد سال ماسيكيلا تقريرا عن الطريقة الذكية التي يستخدمها السكان المحليون لمقاومة هذا الأمر في شرق ولاية تكساس توجد مدينة اسمها أنسرتين إنها مدينة صغيرة وتعدادها قليل تعدادنا حوالي تسعين شخصا ما من إشارات مرور ولا إشارات توقف لا يصل المرء إلى هنا عن طريق الخطأ يعيش الناس في هذه المنطقة المعزولة لسبب واحد أو ربما لسببين صيد السمك والبحيرة مدينة أنسرتين متعلقة كل التعلق بالبحيرة إنها سبب وجودها أنا أقف عند حافة بحيرة كادو في مدينة أنسرتين تكساس سنخوض عبر هذه البحيرة برفقة شخص يعيش هنا منذ خمسين أو ستين عاما لنعرف من الذي يجعل هذا المكان مميزا جدا ولد بيلي كارتر عمليا عند بحيرة كادو هناك مرت أمي بالمخاض عندما كنت في الثامنة من العمر كان لدى كل منا أنا وأخي قارب خاص به يوجد سماك لاستياضه وبط الطيور في كل مكان أعني سفرت قليلا لكن ليس كثيرا إن كنت تعيش في مكان مثالي فإلى أين قد تذهب عنه لكن تتعرض هذه البلدة الجميلة لهجوم هذا الوحش لن يتوقف بوساطة نحتاج إلى كل مساعدة التي يمكننا الحصول عليها ما كل هذه الأشياء بلي؟ إنها نبتة سالفينيا الأملاقة التي غزت بحيرتنا لا أصدق نبتة سالفينيا الأملاقة إنها بساط بحيرة كادو القاتل إنها تشبه الوحش اللازج إنها تشبه شيئا قد يراه المرء في فيلم للخيال العلمي بكل تأكيد كأنها من كوكب آخر جاءت إلى المنطقة واستولت عليها ببساطة نبتة سالفينيا العملاقة ليست من تكساس تعرف هذه الحالة حول العالم باسم النوع الغازي وهو نبات أو حيوان يتنقل إلى نظام بيئي لا يوجد فيه مفترس طبيعي له إن هذا البساط المائي يخنق كل شيء تحت السطح تمنع نبتات سالفينيا دخول أشعة الشمس إلى الماء وتستنزف الأكسجان الموجود في الماء لذلك لا يعود بإمكان الأسماك العيش تحتها ما يجبرها على الانتقال والنبتات المائية الصحية عندما لا يصل هدوء الشمس تموت بما أن السياحة تمثل قلب الاقتصاد المحلي فإذا ماتت البحيرة فستموت مدينة أنسرت معها سينتهي صيد السمك وسينتهي التجول بالقارب أيضا المطاعم ونزل الزوار ومتاجر تأجير القوارب وتأجير القوارب الطويلة دون السياحة لن تنجو كادو أبدا بدأ غزو بحيرة كادو بهجوم مباغت في تسعينيات القرن الماضي بدأ مصممو المساحات الخضراء والبستانيون الأمريكيون باستيراد نبتة سالفينيا العملاقة من موطنها الأصلي البرازيل يظن الناس أنها تبدو جميلة ويرغبون في وضعها في أحواضهم المائية لكن في العام 2006 نقل البشر أو الحيوانات بدون قصد نبتة سالفينيا إلى بحيرة كادو قد يفرغون أحواض أسماكهم في البحيرة أو قد يحمل طائر ما فرعا لها ويحضره إلى البحيرة حيث سيطرت على المكان يقتل دارن هورتين الوحوش للعيش إنه مبيد لكن ليقضي المرء على هذا الوباء لا بد أن يبذل جهدا حقيقيا فلنترجل هل كل هذه نبتات سالفينيا؟ أجل هي كذلك يمكن لورقتين وجاذر أن تتضاعف في الحجم كل ثلاثة أو أربعة أسابيع هذا كل ما يتطلبه الأمر أجل يوجد ما يفوق الأربعة ألاف نوع غازين في الولايات المتحدة وحدها إنها تدمر البيئة بما تقدر قيمته بمائة وثمانية وثلاثين مليار دولار سنويا قامت العولمة بشكل خطير بتسيل انتقال الأنواع الغازية عبر الحدود لتقتل الأنواع المحلية الأصلية قد تكون نبتة سالفينيا العملاقة هي الأسوأ حتى الآن لقد لقبت بأنها أكثر النباتات المائية عدائية في العالم لكن هذه النبتة الضارة قد عبثت مع الولاية الخطأ هذه ولاية تكساس يرفع الناس هنا أكمامهم ويحاربون بشراسة أهلا بك إلى غرفة الحرب لإبقاء الوحش تحت السيطرة نفذ جيش من العلماء والمتطوعين أمثال دارن عددا هائلا من الهجمات المضادة لكن نبتة سالفينيا خصم هائل القوة إنها ثقيلة لتقطع وقوية جدا لتقتل بالمواد الكيميائية حتى النار لا تستطيع قتلها تماما بعد ثلاثة أسابيع ستجد أن فروعا جديدة بدأت تنمو إذن حتى النار لم تكن كافية لا أبدا لخوض الحرب ضد هذا الوحش الملتهم للبحيرة إنهم بحاجة إلى إعادة تقييم أسلحتهم لذلك التفت إلى موطن نبتة سالفينيا الأصلي قارة أمريكا الجنوبية كيف تتعامل البرازيل مع هذه النبتة؟ أرشدهم ذلك إلى اكتشاف صادم إنها آلة قتل متطورة جدا ومتخفية لدرجة أنها خفية عمليا هذه النبتة لم تشتح البرازيل كما فعلت ببحارة كادو بسبب خنفساء نبتة سالفينيا خنفساء صغيرة؟ أجل أتقصد الحشرال؟ الخنفساء الصغيرة هي حشرة بحجم القرادة وهي تقتات فقط بنبتة سالفينيا يمكن لمئة ألف من هذه الحشرات الصغيرة أن تأكل نبتات بمساحة واحد وستين هكتارا خلال بضعة أشهر تحفر يرقاتها عبر جذور النبات وتأكل الحشرات البالغة منها الأجزاء الحديثة من النبات لذلك تستطيع حقا تدميرها من الأعلى والأسفل معا لذلك يتولى هذا المبيد الذي يقتل الحشرات للعيش تربيتها أيضا إذن كل هذه الأحواض المليئة بالخنافس الصغيرة التي تتولى تربيتها ستضعها في البحيرة؟ أليس كذلك؟ هذا صحيح بما أنه لا توجد أي طريقة ناجحة لفصل الخنافس عن نبتة سالفينيا في الحوض ستوضع هذه النباتات الحاملة للحشرات في البحيرة على نمط حصان طروضة لن تعرف نباتات سالفينيا ما أصابها إنها الساعة السابعة صباحا في مدينة أنسيرتين تكساس والحشرات مستعدة للقتال ها نحن ذا؟ نحن مستعدون فلنفعل هذا؟ هل تريد ركوبة قارب الطين؟ محملا بسبعة عشر حوض من نبتة سالفينيا الحاملة للخنافس الصغيرة يتقدم قاربنا عبر النمو الكثيف للنباتات هل تريد أن نحررها هنا؟ يبدو ذلك جيدا حسنا فلنفعل ذلك حسنا ها نحن ذا؟ قد يكون اطلاق نوع جديد مثل الخنافس في نظام بيئي للحد من نوع آخر أمرا خطيرا أحيانا ما يفعله النبات أو الحيوان الذي أحضر لمساعدة نظام بيئي من خلال التكاثر بإفراط فيه يكون كما فعل النوع الغازي قبله ولكن ليس مع خنافس نبتة سالفينيا يقول الناس هل ستأكل الخصة خاصتي؟ هل ستصل إلى حديقتي؟ في الواقع إنها لا تأكل شيئا سوى تلك النباتات إذن عندما تنتهي نباتات سالفينيا ستتوقف هذه الخنافس عن التكاثر حسنا نحن وقت العودة إلى المنزل فلنفعل ذلك؟ عودنا إلى الشاطئ تاركين الخنافس لتبدأ هجومها إن إنقاذ البحيرة مهمة مرعبة ولكن البحيرة تستعد نفسها بقوة سيقدم الناس كل ما لديهم لإنقاذ هذه البحيرة لن نهزم من دون قتال مع العلمة المتزايدة أصبحت الأنواع الغازية شيئا يجب على المجتمع محاربته باستمرار إن المستقبل غير واضح التالي كيف تهدد الحداثة نوعا مهددا بالانقراط؟ يخرج الحوت إلى السطح ليتنفس وبعد ذلك يتلقى الضربة وتمهد الطريق لإنقاذه أيضا لقد صعد إنه يعمل هذا مذهل ولاحقا سأتوجه إلى قلب منطقة الذئاب إننا محاطون بالذئاب لكن لا نستطيع رؤيتها أهلا بعودتكم إن الحيتان حيوانات ضخمة وذكية جدا والحوت الأزرق الكبير هو أكبر مخلوق عاش على الأرض للأسف إن نشاط البشر يهدد العديد من أنواع الحيتان على نحو رئيسي بسبب الصيد وصيد السمك وحركة السفن ولكن لدى رجل ذي قلب كبير وتقنية مبتكرة فكرة قد تساعدنا جميعا على إنقاذ أكبر المخلوقات في الكوكب أنا ماريانا فانزيلر في فانتورا كاليفورنيا من هنا يطلق علماء الأحياء البحرية مهمة لمحاولة حل إحدى أكثر المشاكل المأساوية التي تواجه الحيتان المهاجرة نحن هنا لنقابل دوغ ميكالي من جميع سانتا باربرا الذي سيقود البعث ربما أمامك مباشرة وإلى اليسار قليلا يا ماريانا حاولي أن ترى ما يشبه أثارا شفافة أجل إنه نوعا ما آخر مكان له يا للهول نعم لا أصدق كان هذا جنونيا ذلك أحد الحتان الحباء نعم إنه حوت أحدب إذن هل ما زلت تتحمس كثيرا عندما تراها؟ وكأنني طفل الأمر مميز في كل مرة ما المشكلة التي كرست نفسك لحالها هنا؟ سوف نستقر هناك قرب مسارات السفن التي تتجه نزولا إلى ميناء لوس أنجلس وإلى ميناء لونغ بيتش إنهما أحد أكثر الموانئ نشاطا في العالم بأسره وللأسف في المكان التي تحدث فيه كل هذه الحركة حركة سفن الشحن التي تتحرك يوجد أحد أفضل أماكن الصيد أفضل أماكن توافر الطعام في العالم بالنسبة للحتان وللأسف فإن بعد هذه الحتان مهدد بالانقرار إذن ألا تعرف السفن أن الحوت هناك؟ كيف يحدث الاستضاع؟ إنها سفن ضخمة كما تعلمين بعض هذه السفن قد يصل ارتفاعها إلى عشرات الأمتار وهي تنطلق بسرعة عبر مسارات السفن قد يحدث أن يصعد حوت لكي يتنفس وحينها يضرب يصطدم بالسفن يشبه الأمر أن ثلاثة ألاف شحنة دهست هذا الحيوان قد تذهب تلك السفن إلى الميناء وقد ترسوا ويرمي أحدهم الحبال ويربط البحارة السفينة بالميناء وبعدها ينظرون إلى الأسفل ويقولون هناك حوت أزرق ملفوف حول مقدمة السفينة ذلك مأسوي جدا حقا إننا نستخدم التكنولوجيا لنجد حلا سيساعدنا على كشف متى تكون الحتان موجودة وسنرسل تلك المعلومات إلى شركات السفن لكي تأمر سفنها بالإبطاء لكي لا تدهس الحتان لجعل ذلك يحدث يقيم دوغ وفريق من التقنيين مشروعا رائدا هنا على محمية جزيرة سانتا كروز على نحو دوري تمر أكثر من 50% من السفن الآتية إلى الولايات المتحدة والمتوجهة منها عبر محميات السحل الغربي مثل هذه المحمية أعلى نقطة في هذه الجزيرة هي نقطة تعرف باسم قمة ديابلو إنها المكان المثالي لتركيب أجهزة الاستشعار المتطورة التي ستستطيع رصد الحتان وتحذير قادة السفن من الاستضام الوشيك لماذا أصبحت مهتما بالحيتان؟ في أحد الأيام كنت جالسا في مكتبي وتلقيت اتصالا من خفر السواحل وقالوا لي مرحبا أننا نواجه مشكلة هنا لدينا حوت أحدب صغير وهو عالق في مؤخرة هذا المرفأ أنت عالم أحياء بحرية ويمكنك مساعدتنا وظننت أنه ربما يمكننا فعل شيء حيال ذلك فبدأت بالبحث في ملفات البيانات لدينا في مكتبة البيانات لمحاولة إيجاد صوت نداء خاص بالحوت الأحدب ووجدت نداء خاص بالأكل ذهبت إلى المرفأ مسرعا وبعد ذلك أخذنا بعض مكبرات الصوت تحت الماء ووضعناها في بداية المرفأ وبدأنا بتشغيل صوت ذلك النداء لقد سمعه الحوت وخرج من مكانه في منتصف الليل وكما تعلمين اتصلت بأطفالي فقالوا لي ما الذي فعلته اليوم أبي؟ وأنا قلت حسنا في الواقع لقد أنقث حوتا اليوم أصبح إنقاذ الحيتاني والعذاق الآن وصل عمله إلى ذروته في مكان غير مألوف بالنسبة إلى عالم أحياء بحرية هنا على هذه القمة على ارتفاع 732 مترا من سطح البحر هذه القمة مكان مثلي لتركيب ألات التصوير الحرارية التي ستراقب هذا الطريق السريع هذا مذهش صور ألات التصوير هذه مرفقة بمعلومات أقمار صناعية بالوقت الحقيقي وميكروفونات تحت الماء ستسمح لدوغ بأن يراقب ويحمي هذه الحيتان من الاستضام هناك سفينة شحن تمر أمامنا مباشرة إنها تمر الآن إن شركات السفن في الحقيقة متحمسة حقا لحل هذه المشاكل إن هذا أمر لا يريد أحد أن يحدث إنهم لا يريدون أن يدهسوا الحيتان لذلك قالوا إذا أمكنكم يا رفاق أن تخبرون متى تكون الحيتان موجودة في المنطقة كما تعلمون الوقت يساوي المال في العمال لذلك سنقوم بتخفيض السرعة لتفادي حدوث هذه المشاكل هذا رائح إذن ما نبحث عنه في هذا المحيط البارد والمظلم والرمادي على الشاشة هو مجرد إشارة من البياض التي ستكون منطقة سخنة يطلق الحوت الهواء فيها مذهل أنظر إلى هذا لقد صعد إنه يعمل تهانينا إنها بداية النظام يعمل شكرا استحق الأمر عناء الرحلة إن هذا رائع الآن يمكن استخدام المعلومات المجمعة من آلات التصوير الحرارية وصور الأقمار الصناعية والميكروفونات البحرية لتحذير قادة سفن الشحن الضخمة في هذه المنطقة يوجد الكثير من الأمل القائم على نظام دوغ المقترح إن نجح فإنه يمكن لطريقته أن يعاد استخدامها في جميع أنحاء العالم منقذة مئات الحيتان نأمل أن يكون النظامه يعمل على نحو تام السنة المقبلة إننا نسمع أحد هذه الحيتان يتنفس ونرى مخلوقا جميلا وقديما يبلغ طوله ثلاثين مترا وهذا فقط جزء من الحياة على كوكب الأرض وعلى هذا الجزء أن يبقى حيا التالي تقوم شركات تساعد الذين يمرون بمحنة عوضا عن ذلك باستغلالهم لتحقيق أرباح هائلة إنهم يدفعون عمولات ليوضع أناس ضمن برامج علاجهم يا للهول ولاحقا لأتتبع بطل يالوستون غير المألوف أتتبع مسارا من التوحش هل هذا من صنيع ذئ؟ هذا دليل وجودها أهلا بعودتكم الإدمان على المسكنات يمثل أزمة على نطاق الأمة في أمريكا إنها تتسبب بموت عشرات الألاف كل عام وبينما تضع السلطات قوانين أكثر سرامة على الأطباء والصيادلة الذين كانوا يصفون هذه المركبات لمرضاهم على نحو واسع يوجد أحد عوامل أزمة الممنوعات التي يجب تقويمها على نحو ضروري شركات إعادة التأهيل ويكشف المراسل راين دافي بعضا من هذه الأمور أنا راين إن أمريكا تواجه أزمة مسكنات وأصبحت مهنة إعادة التأهيل عملا ماليا كبيرا ولسوء الحظ قد يكون إبقاء الناس مدمنين على الممنوعات أكثر ربحا من جعلهم يتعفون أن هنا في فلوريدا لأستكشف شركات إعادة التأهيل والناس الذين يكافحون للنجاة منها حسنا عزيزتي تناولت غدائك؟ أجل إن كريستين مراسلة تحقيق حائزة جوائزة في إحدى أكبر صحف فلوريدا اليومية وهي أيضا تتعافى من المشروب أصبح جسم نظيفا من المشروب منذ 19 عاما وكون أحد الذين يتعافون أذهب إلى اللقاءات وعادة ما أقابل مدمنين شبابا كانوا يتلقون العلاج إنهم يبلون بلاء حسنا بدأ أنهم يتحسنون لكنهم كانوا يتدهورون لذلك بدأت أطرح الأسئلة باح المدمنون الذين يتعافون بالحقيقة لكريستين وما بدأ كقصة بسيطة عن نمو منشآت العلاج قادت إلى تحقيق جنائي له عواقب اجتازة حدود ولاية فلوريدا كتبت أول قصص عن منزل التعافي عام 2012 عندما رأيت تزايد المنازل في الأحياء السكنية وما هو منزل التعافي تحديدا؟ إنه منزل جزئي تراه في جنوب فلوريدا وهو جزء مما نسميه نموذج فلوريدا وكيف يختلف عن منشأة إعادة التأهيل أو إزالة سموم أو أي شيء آخر؟ يعيش هناك المرء أساسا في بيئة مجتمع يشبه العائلة نوعا ما مع من يتعالج أيضا في نموذج فلوريدا يدخل المدمنون إلى إزالة السموم وقد يحولون بعدها إلى ما يعرف بالمنزل الجزئي من هناك تستمر إعادة تأهيلهم في مركز علاج منفصل عن سابقه يذهب المرء إلى العلاج خلال النهار يعيش حياته على نحو أساسي لكنه يتعلم كيف يعيش كفرد مسؤول وصحي ولكن حالما بدأت كريستين بالبحث أدركت أن العديد من هذه الأماكن قد صممت على نحو سيكون مؤذيا بالنسبة لمتعلق يحاول أن يتعافى غالبا ما كنا نجده في منازل التعافي هو أن مديري المنازل أشخاص متعافون ربما بضعة أشهر أكثر من الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المنزل إنهم يراقبون مدمنين وهم أنفسهم بالكاد سليمون كنت أبحث عن من يكون بمثابة أم وأب بالنسبة إلي أخذ أفراد مركز المعالج هذا الدور ولكنهم أصبحوا يسمحون لي بالأشياء أكثر مما كانوا يساعدونني بدأ الأمر أنه تكرار لتلك العلاقة المسببة للمشاكل ولكنك تمكنت من الهروب من العقاب لأنك كنت لطيفة معهم أجل لدرجة أنك تعلق في هذه الدوامة عندما تبدأ بالتعافي قليلا وبعدها تتدهور حالتك فيقومون بمعاتبتك قليلا ويعيدونك مجددا إلى العلاج لكن تبين أن الأمر أكثر مكرا وغدرا من مجرد إدارة سيئة بإلقاء نظرة سريعة على بعض البيانات كشف المراسلون في الصحيفة عملية احتيال واسعة النطاق في شركات منازل التعافي كان المدمنون يستخدمونك بيادق تحتاج مراكز إعادة التأهيل التي ظهرت في فلوريدا إلى زبائن لذلك ما تفعله هو أنها تدفع عمولات ليوضع أناس حقيقيون في برامج علاجها يا للهول إذن هذه سمسرة المرضى تدفع بعض المراكز المال مقابل المرضى تحول منازل التعافي هذه عملائها إلى مراكز إعادة تأهيل معينة في المقابل تطلق هذه المنازل على نحو سري عمولات لكل أسبوع يقضيه مريضها في العلاج إن كان لديك عشرة أشخاص في منزل التعافي وهم يذهبون إلى العلاج كل أسبوع فستتلقى ألف دولار على كل واحد منهم هل هذا قانوني؟ أعني أنه بكل وضوح غير أخلاقي؟ أجل إنها أساسا رشوة لجعل شخص ما يذهب إلى منشأة علاج معينة بالنسبة إلى مالكي منازل التعافي إنه دافع هائل وجود مرضى أكثر يعني مالا أكثر أذكر أن شابا في النادي قال لي إنه متحمس جدا لأنه سيتلقى خمسمائة دولار عن كل مدمن يمكنه تحويله إلى برنامج إعادة تأهيل معين وكنت أفكر خمسمائة دولار تمازحني؟ لم يكن لديه أي فكرة عن أنه عمليا يتاجر بالبشر ولكن هناك عدد محدود من المرضى في جنوب فلوريدا لذلك أصبحت مراكز إعادة التأهيل عديمة المبادئ ومبتكرة لتجعل منشآتها مليئة وأرباحها متزايدة تقدر قيمة هذه الشركات في فلوريدا بمليارات الدولارات وقسم كبير منها يمول بسبب شباب من الولايات الشمالية يوضعون في مسار علاج ينتهي هناك إننا في فيرجينيا الغربية لنقابل عائلة فليب بالدوين لقد جرى حديثا إلحاق فليب بمنزل تعاف في مقاطعة بالنبيتش أريد أن أعرف القليل عن فيل كيف كان في طفولته لقد كان نشيطا لكنه كان سعيدا كثيرا ما كان يرسم الضحكات على وجوهنا كانت لديه نظرة مميزة للعالم كان يقرأ شيئا ثم يأتي ويقول لي إنه قد قرأه أو كان يسألني أسئلة عن أشياء لنسمعها عادة من طفل لطالما ظننت أنه سيكون شخصا مميزا ولكن حياته اختلفت في سنوات مراهقته عندما بدأ بتجربة العقاقير بعد ذلك أصبح متعلقا بأدوية مسكنات الألم ثم تعرف على المسكنات الممنوعة أخبرني عن فلوريدا لماذا ذهب فل إلى فلوريدا ولماذا فلوريدا تحديدا في صيف العام 2015 جاء إلي وأخبرني ببساطة أنه خارج عن السيطرة وأنه يحتاج إلى الذهاب إلى مركز إعادة تأهيل لذلك أخذته إلى مؤسسة الطب النفسي في واشنطن أزيلت السموم لديه هناك وكان الشيء التالي الذي أعرفه أنه اتصل بي وأخبرني أنه ذاهب إلى مركز إعادة تأهيل في فلوريدا وقال إن ذلك المركز سيدفع تكلفة طيرانه وكل شيء بالنسبة إلى مراكز التأهيل التي تسعى لتحقيق الربح كان فليب المريض المثلي يستطيعون فرض معدلات رسوم تأمين هائلة لأنه جاء من فيرجينيا الغربية هذه فاتورة يوم واحد قيمتها تفوق الثلاثة ألاف ولكن الفواتير المفصلة تتضمن فحص مختبر تشخيصيا فحص مختبر تشخيصيا وعناية علاجية مقابلة أكثر من ألف دولار أجل وهذا مجرد يوم واحد أجل بالضبط تواجه أمريكا أزمة ممنوعات ولسوء الحظ فإنه بنسبة إلى البعض في مهنة إعادة التأهيل فإن يبقاء الناس مدمنين على الممنوعات أكثر ربحا من جعلهم يتعافون وتتخطى بعض المراكز الحد من الطمع إلى الاحتيال في التأمين هذه فاتورة يوم واحد قيمتها تفوق الثلاثة ألاف وخمسمائة دولار وهذا ليس أمرا غير مألوف أعني في التاسع والعشرين من يوليو كانت الفاتورة ستة ألاف ومائة وسبعين دولارا يا للهول إن فاتورة ستة ألاف قابلة يوم واحد في العناية مثير للشبهات أجل جرى حديثا استدراج فليب من مركز إزالة سموم في واشنطن إلى مركز إعادة تأهيل في جنوب فلوريدا حيث كانت بعض مراكز العلاج العديمة المبادئ تحقق أرباحا هائلة على حساب المتعلقين جمعت قيم الفواتير من شهرين السابقين وكانت قيمتها حوالي ستين ألف دولار مقابل رسوم المنشأة هذا كم هائل من المال أجل إنها عمليات احتيال لا تمارس فقط على العائلات غير المرتابة كتوم وابنه فليب بل على النطاق الأمة كاملة أيضا في العام 2010 وقع تحويل مرسوم العلاج اليسير إلى قانون وجرى تأمين التمويل أجل هذا رائع ووفقا لكريستن التي ساعدت تقاريرها على كشف عمليات الاحتيال الهائلة حولت هذه المراكز سياسات التأمين إلى مصادر أموال هناك مئات ملايين الدولارات في عمليات الاحتيال على التأمين فقط في جنوب فلوريدا وأحدى طرق الخداع التي كانت تطبق هي مجيء الشباب من الشمال وكان مدير مراكز العلاج يسجلونهم في برنامج تأمين أوباما كير وكانوا يكذبون بشأن مسكنهم في فلوريدا وكانوا يستخدمون عنوان منزل التعافي وكانوا يسجلون عشرات الشباب باستخدام العنوان نفسه أو عنوان مطعم أو مجرد عنوان عشوائي كانت المكيدة ناجحة وكان لدى المدمنين الذين لديهم تأمين جيد محفزات قليلة جدا للتعافي تلك الأفكار عن أن هذه الأماكن كانت تنهب التأمين إنه شيء قد سمعنا عنه كثيرا الناس الذين لديهم تأمين جيد يحصلون على ما يقارب ثلاثة أو ربما أربعة فرص وذلك أمر مقزز لأن فكرة أن أتمكن من الخروج والاتصال بمركز إعادة تأهيل آخر تعني أنهم سيأتون لأخذ أينما كنت وبعدها في اليوم التالي سأستلم أشياء من مركز العلاج السابق هل حدث ذلك كثيرا؟ ما أعني أنه يحدث كل يوم يظن الناس أنني بأمان لأن الجميع يريدون العمل والحصول على شك التأمين خاصتي يمكنني المغادرة لبضعة أيام أستغل ذلك إن أردت أستغل ذلك إلى أن ينفد مالي وبعدها تتصل وتذهب إلى مركز آخر وهل هناك من يأخذون تلك الدوامة حاليا؟ أنا متأكدة أن جميع من يدخلون برنامج العلاج يمرون بتلك الدوامة حقاً لذا هذه الدوامة تدعى حركة خلط فلوريدا ولكن إبقاء مدمن في دوامة فاسدة كهذه رهان خطير بعدما منح فليب مقلاً مدفوع التكاليف بالكامل إلى مركز تأهيل في فلوريدا هو أصبح ينتقل عبر مراكز العلاج ووصل إلى مركز فلوريدا لعلاج الإدمان والتعافي وهناك التقى زميلته في العلاج جوردين كورتينا كنا نترافق في ذلك الوقت بدأت ما تترافقان داخل المنشأة أجل وبعد ذلك لم أعد أسمع شيئاً عنه ألم يكن داخل مركز فلوريدا لعلاج التعلق والتعافي؟ بلى كان في فندق لذا ذهبت إلى هناك ووجدته على الأرض ووجهه للأعلى كان قد أخذ جرعة مفرطة من المسكن ولقد كان ميتاً نشتاق إليه لا بأس ذهبنا طيراناً إلى هناك وما اكتشفناه أن أحدهم قد دفع لهم مسبقاً ليبقى في فندق لخمسة أيام لا يجوز ترك مدمن على الممنوعات وحده في فندق ذهبت عائلة فليب إلى مركز العلاج وطالبوا بالإجابات دخلنا إلى هناك وقالوا أنه يجب أن يتناقشوا فيما بينهم قبل أن يكلمونا شغلوا ألات إصدار ضجيج عندما دخلوا إلى مكتبهم لكي لا نسمع ما كانوا يتحدثون عنه وبعدها قالوا أن محاميهم قد نصحهم بأن لا يتحدثوا إلينا هل تذكروا آخر مرة تحدثت فيها إلى فل؟ في آخر مرة تحدثنا كنا نتشاجر لا بأس لا بأس كانت تلك آخر مرة تحدثت فيها معه بينما ربحت منشاءة إعادة التأهيل الملايين سريعا كان الألاف من المدمنين يموتون في العام 2015 شهدت مقاطعة بالمبيتش 216 حالة وفاة إنه إحصاء أيقظ المجتمع بعنف كان ذلك الشيء الوحيد الموجود على الصفحة الأمامية لصحيفة ذلك اليوم أثرت حقا في المجتمع كان هناك الكثير من جلسات الاستماع التي وقف فيها السياسيون في الاجتماع ورفعوا الصفحة الأمامية المستشفى ينفق المال والطاقم ينفق المال والوقت والطاقة وهناك موارد قد اختفت قاد تحقيق الصحيفة إلى تشكيل فرقة عمل منازل التعافي في بالمبيتش إنها الأولى من نوعها في البلاد وهدفها تنظيم مراكز إعادة التأهيل وتأكد من أنها لا تستغل الذين يريدون أن يعالجوا توجد فوائد هائلة من معالجة الإدمان وكان هذا بالنسبة إليها بمثابة باب جديد للربح ولكن أخيرا حققت السلطات تقدما في محاربة الفسادة وجعلت هذه المراكز أكثر أمنا بالنسبة لمرضاها فاجأنا أنفسنا بالنجاح الذي حققناه لأننا أجرينا 34 عملية اعتقال منذ شهر أكتوبر هل هناك انتقال جيد في القصة التي كنت تروينها لنا؟ هذا العلاج يجدي نفعا إن النماذج التي تستخدم هنا تستطيع العمل وهي تعمل حقا سيجعل هذا الأمر يتحسن أكثر فأكثر سيجري التخلص من العوامل السيئة في هذه المهنة التالي أحاول التقاط لمحة من مفترس مشهور انتظر لحظة فل عند القمة أهلا بعودتكم الذئب هو أكبر كلب في العالم إنه مفترس في أعلى الهرم الغذائي وحيوان رمزي جاب بحرية قارة أمريكا الشمالية لعشرات ألاف سني لكن في بدايات القرن العشرين خيضت حرب ضارية ضد أكلات اللحوم الماكرة لمحاولة إيقافها عن افتراس الماشية وأدى ذلك إلى قرب اختفاء الذئب الرمدي تماما من الولايات المتحدة الأمريكية لكن بعد ذلك في العام خمسة وتسعين بدأ مشروع مثير للجدل لاستعادة الذئاب في ييلستون وكانت النتائج مفاجئة ستبدأ هنا رحلة للبحث عن كلاب أمريكا المراوغة هذه أكثر نقطة نائية في الولايات المتحدة إنها أول متنزه وطني في العالم ييلستون تمر جبال روكي المذهلة عبر المتنزه تماما أنا أبعد مسافة صغيرة بالسيارة عن متنزه ييلستون الوطني حيث توجد وفرة في الحياة البرية يوجد خمسة ألاف ثور أمريكي وتوجد أيضا الدبابة الرمادية وأيضا الذئاب وهذا ما سأبحث عنه اليوم أبيدت الذئاب على نحو فعال في ييلستون لقد جرى القضاء عليها لأكثر من سبعين عاما بعدما رصدت مبالغ مالية مقابل قتلها من دون هذا المفترس المسيطر تعرض التوازن في نظام ييلستون البيئي لضربة دمرته تماما لقد رعت الحيوانات على نحو جائر واختفت الأشجار والنباتات ومساحات واسعة من البرية الكبيرة سابقا قد أصبحت جرداء اليوم يوجد حوالي مئة ذئب تجوب متنزه ييلستون الوطني إنها منطقة مترامية الأطراف وأكبر بكثير من ولاية رود آيلاند إن الذئاب موجودة هنا ولكن يصعب الوثور عليها لذلك نحن سنقابل دوغ سميث أفضل عالم أحياء وهو مختص بالذئاب في ييلستون كيف حالك؟ أهلا بك إلى ييلستون شكرا جزيلا لك إنه يوم جيد بالنسبة إلينا هناك ثلج تساقط حديثا وهو تقص الذئاب لدي فريق موجود هناك تعقبون الذئاب وما هي فرصة أن نرى ذئبا؟ من الصعب جدا إيجاده سأقوم وحص بإجراء بحث هنا في هذه الهضبة يمكن أن تكتشف موقعها هذا رائع نوعا ما الحقيقة أننا قد وضعنا أطواقا لهذه الذئاب في شهر ديسمبر ولقد كانوا يتجولون في هذه المنطقة لا ألتقط أي إشارة هنا هنا 1108 تحدث أجل جاك هل لديك أي رصد بصري لها عندك؟ أعتقد أنها عند الجانب الخلفي وبعد ذلك سنذهب إلى الجانب الغربي الآن إذن هي في كل مكان حولنا لكن محاولة إيجادها في البرية أمر صعب سنذهب ونرى ما يمكننا إيجاده حسنا يبدو ذلك جيدا توجد هنا بعض أثار الثور الأمريكي وبعض أثار الضبي أيضا عادة ما تكون هذه الحيوانات طريدة الذئاب إنها لا تحب صيد الثور الأمريكي كثيرا والأسباب واضحة أجل للحجم أهمية أجل أجل دوك هناك في الأفق حيوانات الثور الأمريكي قد تبدو سهلة الإنصية ولكن حيوانات الثور الأمريكي هي أحد أكثر ساكني متنزه يولستون خطورة مع تجاوز وزن البالغين بينها الطن فإنها أكبر حيوانات اليابسة الثديية في أمريكا الشمالية على الرغم من وزنها إنها رشيقة جدا وتصل لسرعة 56 كيلو مترا في الساعة ولها تاريخ في الهجوم على البشر إذا شعرت بالتهديد سنحتاج إلى الاستدارة حولها سندور حولها أجل أحب هذه الفكرة إنهم متنزهم بمساحة ثمانية ألاف أربعة وتسعين كيلو مترا مربعا كم هو عدد الذئاب في متنزه يولستون؟ حوالي المئة إذن سيكون هذا تحديا صعبا أجل سنضع لها أطواقا راديوية تعتمد كل دراستنا على وجود ذئاب معلمة الذي يجري في الخالف يبدو جميلا كم بعداد السلاح يستطيع دوغ وفريقه أن يتعاقب الذئاب فقط إذا وضعوا لها أطواقا أنت مستعد؟ إنه إجراء يقومون به سنويا في منتصف الشتاء أصابه الساهم؟ هذا طوق معياري ذو تردد مرتفع إنه جرو لذلك لا يمكننا جعل الطوق ضيقا سيستمر بالنمو سنجري فحصا جسديا كاملا هذه أسنان مكتملة النمو ولا يوجد اهتراء كبير فيها غالبا أن هذا الذئب في ذروة حياته يراقبون نمو الذئاب ويقومون أيضا بأخذ عينات دم ما يوفر لهم معلومات مهمة عن صحة المتنزه ككل والتشكيل الجني والتعرض للأمراض يوجد القليل من الجرب هنا إن هذا القطيع يعاني منه هذه أنثى بعمر السنتين ولدت هذه السنة نعتقد من الرؤية الميدانية أن هذه الأثداة أكبر من المعتاد مع ولادة أي جرو أو موت أي ذئب عجوز يتحرك عدد القطيع صعودا وهبوطا لذلك يجب على فريق دوغ أن يتعقب هذه الذئاب التي ترتدي الأطواق مجددا في نهاية الشتاء لكن مع تجربتي تبين أن إيجاد هذه الذئاب ليس سهلا لا إشارة لا إشارة ولكنني أسمع الطائرة غالبا أن تلك أفضل فرصة لدينا انتظر لنرى ماذا لديهم دائما ما تمسك الطائرة بهم توجد هوائيات مربوطة بركزة الجناح لتعقب الذئاب أتصل لأرى إن حلفكم الحاضي رفاق في رؤية ذئابكم إنها عند انثناء الجدول إنها عند الضفة الغربية من الجدول هذا هو المكان رصدنا إشارات جيدة من أعلى هدبة رورينغ لكن لم نرها بعد في ذلك الانحدار الأبيض الكبير يوجد قطيع آخر أتمنى لو أنا لدي اقتراحا لكم ولكن ربما ستخرج قريبا حظا موفقا بك إذن لدينا قطيعان موجودان هنا إذن نحن مخاطون بالذئاب ولكننا لا نستطيع رؤية أي منها أهلا بك في عالم الأحياء البرية فلنرى إن كان بإمكاننا مساعدة الفريق على إيجادها حاول أن تجد عظما أو شيئا ما مكشوفا هذا ما نبحث عنه هل تعرف أمرا؟ هذه ضلوع حقا؟ إنه ضبي ميت لديك عيناء صقر هل تريد أن تسحبها؟ حسنا إذن أجل يا للهول إن كانت هذه الضلوع قد انفصلت عن مكانها عضا فهل سيكون ذلك من صنيع ذئب؟ أو ذئب القيوط إذن ما كان حجم هذا الحيوان أثناء حياته؟ هذا ذكر ضبي مكتمل النمو إذن عما نتكلم؟ عن ثلاثمائة وأربعين كيلو جراما في الواقع ستتوافر هنا بعض العظام الأخرى لا أعلم إن كنا سنجد المزيد توجد الكثير من الدماء هنا هذا إثبات على أن الذئاب قد قتلته ولقد نزف وتغلغل دمه عبر الثلج وذلك شيء نستخدمه كدليل على أنه قد قتل أعتقد أننا تأخرنا على العشاء يجب أن نستمر في البحث فقط عندما نشعر بأننا لن نصادف أي من هذه الحيوانات المفترسة المنعزلة انتظر لحظة يطلق دوك دليلا من حارس متنزه آخر إذن ما كان الدليل؟ هل هو هنا؟ أجل في منتصف وادي مار يمكن رؤية قطيع من الذئاب وهي تصطاد سنرى إن كنا سنجدها يبدو ذلك جيدا ربما على قمة ذلك الجبل حاول الاستقرار يوجد فقط ثلاثة ذئاب في هذا القطيع سأحاول الحصول على بعض اللقطات إننا ننظر على بعد كيلومترين ونصف كيلومتر تقريبا لنحاول رصد ذئب متموه على نحو جيد أجل أنا لا أجده إذن يا دوك قد تكون هذه آخر فرصة لدينا صحيح؟ أجل ما أعنيه انتظر لحظة يجب أن تتفقد هذا أجل رأيتهما إن هذا رائع حقا إنهما زوجان يتتبعان أثرا إنه انتقال ذئاب تقليدي يبدو أنهما يتعقبان رائحة ما ربما هي استراحة مرحاض هذا مذهل حقا إنهما يتحركان أجل إنها تمشي فوق ثلج عميق وتتبدل القيادة الآن لا أصدق أننا رصدنا ذئبين ربما على بعد كيلومترين ونصف الكيلومتر الآن يجب أن يكون هناك ذئب ثالث قد يكون الذئب الثالث في القطيع موجودا هناك انتظر هل هناك ذئب عند القمة؟ هناك أجل إنها والدة تلك الأنثى الأخرى يا للهول يمكنك أن تسمعها تعوي هذا مذهل كما تعلم توجد ثلاث طرق لتجربة تعقب الذئب أن تراه وأن ترى آثاره ولكن سماع صوت عوائه هو أفضل طريقة ها هما يذهبان لقد سمعت صوت عوائها هما يتوجهان إلى أمهما أجل إنهما يبحثان عنها كما تعلم إن طبيعة الذئاب الاجتماعية جزء كبير من حياتها هذا مميز حقا هذا ما جئنا إلى هنا من أجله أجل أعني لا أصدق كما أنت محظوظ نحن البشر قادرون على فعل أشياء مذهلة إذا اتخذنا الخيارات الصحيحة وأوجدنا التوازن على كوكب الأرض تماما كما فعلنا مع الذئاب هنا في يالوستون هذه نهاية مغامرة هنا تذكروا العالم واسع والرحلة تستمر في الحلقة المقبلة من المستكشف ترجمة نانسي قنقر